صباح الوردة والفلة على عينكم الحلوة او مساء الوردة والفلة على لبكم الجميلة حسب ما بتشاهدوا الفيديو النهاردة حبيبي جيجي هنعمل مع بعض الوصفة الجميلة السهلة دي هنعمل مع بعض بطاطس البيري بصوا جمالها شكلها جميل جدا وطعمها اجمل واجمل يلا حبيبي نشوف الوصفة السهلة بتاعتنا دي تتعامل ازاي بس ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد ودلوقتي نسمي باسم الله ونشوف طريقة البطاطس البيري انا هنا معايا حبيتين من البطاطس او الكمية اللي تنسبك اعمليها من البطاطس هقشر البطاطس بتاعتنا بعد ما غسلتها وهنا قشرتها وشطفتها بمية هبتدي بقى قطع البطاطس بتاعتنا مكعبات زغيرة طريقة البطاطس دي حلوة للاطفال مغزية ومفيدة جدا ليهم انا هنا بقطع البطاطس مكعبات زغيرة عشان ما تاخدش معنا وقت واحنا بنسلقها بعد ما قطعت البطاطس كده معاكم هاخدها اشطفها بمية من حنفية واحط في الحلة مية وارفحها على النار عشان اسلق البطاطس بتاعتنا البطاطس هي حبيبي السلقت ما خدتش وقت خلص عشان احنا مقطعينها مكعبات زغيرة هصفيها من المية وبعد كده حطيتها في طبق وهبتدي اهرسها بشوكة هنعامها جدا اهم حاجة في الوصفة دي ان البطاطس بتاعتنا تكون نعمة جدا بعد ما هرسناها كده وهي سخنة هي طبعا بتبقى اسهل واحنا بنهرسها سخنة بص البطاطس بقيد كريمي خلص معانا هيط ونعمة جدا وده المطلوب بعد ما هرسناها بقى حلوة قوي كده هحطها في حلة ورفعتها على النار وهنزل على البطاطس بمعلقة كبيرة من السمنة البلدي لو عنديك زبدة ممكن تحطي مكعبين دلوقتي حبيبي انا هنزل بشوية فلفل اسمر وهنزل بشوية ملح ودي هتكون التوابل بتاعتنا ملح وفلفل بس هنقلب كده البطاطس مع معلقة الزبدة هاو السمنة والملح والفلفل طريقتها سهلة زي ما احنا شايفين ما بتاخدش وقت من هنا خالص ووجبة مغزية للاطفال جدا وللكبار كمان بعد ما قلبتها كده مع السمنة هنرفعتها من على النار وده كان شكلها دلوقتي بقى هنا انا مسخنة كوباية حليب هنزل بكمية من اللبن زي ما هشوفنا كده وهقلب البطاطس بصو منظرها جميل جدا وان شاء الله تعجبكم وتجربوها هنزل بقى بكمية تاني من اللبن انا منزلتش بكمية اللبن كلها عشان اتحكم في الصمك اللي انا عايزاه قلبنا البطاطس صحية باللبن اللي احنا دفنا ليها بصو نعمل وشكلها جميل جدا دلوقتي بقى هنقدمها في طبق التقديم انا هنا حبيبي غرفتها في طبق التقديمه هوت سويت الطبق كده وهبتدي بالشوكة نعمل الشكل الجميل دوت يعني نعمل كده اي شكل في الطبق عشان يبقى المنظر حل العين طبعا بتاكل قبل البق انا هنا بعد ما عملت كده المنظر ده بالشوكة هبتدي بقى انزل بشوية دقدونس مجفف بيديها طعم حل وشكل حل وده كده كان طبق البطاطس البيري اللي احنا عملنا النهاردة يارب تكون الوصفة سهلة وبسيطة بالنسبة لكم وتعجبكم وتقوني رأيكم ايه في التعليقات وما تنسوش الاشتراك في القناة وزر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد واشوفكم على الف خير ترجمة نانسي قنقر